مواد البنى حديد 196 طن حديد تسليح ده في يوم يا دين النبي تعرف يعني 96 طن حديد شيء مؤسف بص لسه او مش لسه هو الشرفاء في البلد على قفة من يشيل مواطن وتاجر ومصنع ومستورد على قفة من يشيل لكن لسه للأسف عندنا اللي بيستغل أي أزمة علشان يراكم من الأموال ما استطاع أنا مش هقولك هتوقف قدام ربنا تقوله إيه مش هقولك كده خالص ولا لي دعوة بعلاقتك بربنا سبحانه وتعالى يا راجل انت واقف قدام نفسك في المراية بتقول إيه يعني النوع ده بيقف قدام المراية بسألوه إيه أنا حرامي قد الدنيا يعني هتعلم عيالك إيه انت لص مستغل بتجر في قوة الغلابة دي سلع مدعومة بتعلم عيالك إيه أنا مبارح بقولكو كده علموا ولادكم يعرفوا ويفهموا مثلا اللي احنا شرحنا مبارح ده علشان يعرفوا يعني إيه دولة بتحميهم يعني إيه دولة بتحمي الغلبان في دول ممكن تبقى مهمومة جدا بحماية حدودها وأمنها الداخلي بس لكن إحنا بلدنا مصر مهمومة بحمايتك بشكل كامل ومتكامل حدودك وأمنك الداخلي وسلعة الاستراتيجية وصحتك ومسكنك وملبسك ومدرستك طول الوقت قل لي إمتى مرة لقدر الله لما حصلت أزمة كورونا في كم واحد قال لك خلاص الأزمة الاقتصادية والانهيارات ومصر هتروح وهنعمل وعيال برضو من بتاعة الإخوان هم هم نفس المنظر العبيد يجي لك في عز الشتاء ويطلع لك مظاهرات العلمسة مصيفين لابسين بتاعات نصكم بتاعي في العالم إخوان تلبس نصكم وقصة رأوي لحد هنا بتفاهمش ليه كده وتلاقي إدراعه صغير كده المهم مش دا الموضوع اه اه شكلهم عير رأوي المهم مش دا المهم فيروح بطلع لك كام فيديو واضح ان هم في الصيف واضح ان هم من زمان جدا ويطلعوا لأ والبالد شايفين اه صورة الجاء يا ابني احنا في الشتاء ياضحنا في الشتاء يا ما يفهمش هو الكلام ده غبي اخواني عايز منه خروف ايه المهم سيبك من هذا الخروف السؤال بقى في وقت الكورونا في البعض للأسف الشديد راهنة خاسرا على انه خلاص كده الدولة بالسلامة وبي باي طلعت مواصر رقم ثلاثة على العالم على العالم مش بس في الثبات الاقتصادي في معدل النمو مين اللي عمل ده بقى السيسي والحكومة والمؤسسات والاجهزة دلوقتي في حاجة اسمها الازمة الاوكرانية ازمة عاصفة سيبك بقى من الحرب النفسها ازمة اقتصادية عاصفة تعصف بالعالم هنعدي منها اقول ان شاء الله ليه عشان اتخذ بجموعة كبيرة جدا من الاجراءات من 2014 حتى هذه اللحظة سخر منها البعض شكك فيها البعض لم يؤمن بها البعض بس عمليا هي اللي سندنا النهار ده وهي اللي سندتنا قامل كورونا ولو حصل اي حاجة في الدنيا هتفضل هذه الاجراءات بتسندنا وهل توقفت هذه الاجراءات الحماقية لا لسه مستمرين في المزيد والمزيد من اجراءات لحماية المواطن المصري وبالمناسبة عندكم معرض اهلا رمضان وعندكم كلنا واحد وعندنا منافذ وطنية وعندنا منافذ امان وعندنا المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة الزراعة بص لو سمحت لو سمحت لو رحت محل ولقيته بيبيع غالي قل له كده قل له ده اغلى من سعر بتاعه انا مش شري من عندك وقدمك اختيارين يا حضرتك هترفع سماعة التليفون على جهاز حماية المستهلك بعد اذنك يا طهر صديقي اهو مفكرتنيش انت انا رضا انا افتكرت الواحدي رقم جهاز حماية المستهلك نحطه على الشاشة حلو؟ فعندك اختيار انك تكلم جهاز حماية المستهلك وفيه مواطن بيقولك يا عم كبر دماغها خلاص مش هشتري من عنده وهماشي ما تشتريش من عنده ايوه ده شكل من اشكال الايجابية يعني هو غالي ومغالي ومستغل اللي رقم قدامكوها جهاز حماية المستهلك تسعتاشر خمسة تمانيتين ده صوت زيمة اللي فوق وحيش نياغزيم فلو سمحتو اه اتصل لجهاز حماية المستهلك وما تشتريش الحاجة الغالية وخد بعضك وهتلاقي ثق مية في المية هتلاقي اما وطنية يا امان يا جمعات استهلاكية يا اسمه ايه ده اقول معايا يا اما منافس وزارة الزراعة يا اما هتلاقي معرض اهلا رمضان يا اما هتلاقي كلنا واحد بص اللي انت عايزه هتلاقيه لو سمحت اللي يبيع عليك بالغلى والكوا ما تاخدش منه حاجة وقوله انا هتصل بجهاز حماية المستهلك دلوقتي انت كده راجل لا تفتعل مشكلة بالمناسبة انت كده راجل مش غتت ودخلت غت خالص ده حقك انت بهدوء الله يا كذا ايه ده دي سعرها مش كده لا هو دي اسعار ما فيه برضه ايه تلاقي واحد بيقعد كده تجرم ايه دي اسعارنا مش عاجبة خلص قل له برحتك خالص انا هكلم جهاز حماية المستهلك برحتك سلام عليكم واطلع يا عم بره المحل وكلم جهاز حماية المستهلك واشتكي قل له بالمحل الفلاني اللي في الشارع العلاني كذا 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 طب انت مقلة انه ممكن يكون في عال جوه شوية بيعين غلسين وممكن يقلوا ادابهم ولا بتاع تمام مش انت عارف المحل قل له شكرا انا مش شاري واطلع بره وروح اشتري اللي انت عايزه وبرضو كلم جهاز حماية المستهلك وقول لهم المحل الفلاني اللي في الشارع العلاني بيعمل كذا 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 انا طلبي اللي لسه بأكد عليه حتى هذه اللحظة السادة المحافظين الاجلاء ارجوكو ارجوكو التزام كامل بتوجيهات الريس في مسألة متابعة الاسعار في محافظتكم مهمة تقيلة اه تقيلة بس انتو قدها وقدود وزارة التموين لو سمحتو نزلوا المفاتشين بتاعكو كده ايه يعني زي قوم نمنام عايز محاضر شغالة خلوا السوق يتضبط لو ما اشتغلناش النهاردة هنشتغل امتى ده هم دول اليومين بتوع الشغل ده